أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة في مجموعة من الاستثمارات مصر بتدرس مخترح إيطالي لإنشاء مجمع للحديد بحوالي 4 مليار دولار شركة دانيلي الإيطالية الشهيرة في الحديد صلبه ومشتقاته عايزة تستثمت في مصر ب4 مليار دولار كذلك بحسب البيان اللي النهاردة طلعه مجلس الدراء فيه أيضا جذب مستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتراوح بين مليارين إلى 3 مليار دولار يبقى عندي الحديد والصلب دانيلي الإيطاليين والجامعة الأوروبيين عايزين يستثمروا في الهيدروجين الأخضر برضو شركة بي بي متخصصة في البترول تعتزم السمر حوالي 1.5 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة ومجالها مشروعات الغاز والحفر في مصر زي ما تم الإعلان النهاردة في الشركة العالمية الكبيرة النهاردة كبير مصر وقعت سبع اتفاقيات في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة مع مطورين عالميين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء سبع اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة مع سبع من المطورين العالميين حضرت الدكتور هلا السعيل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقالت ان مصر بتوقع عديل التفاقيات في خطوة جديدة في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبراءات الشركات العالمية لإطلاق مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية للقناة السويس طبعا اجمالي الاستثمارات المتوقعة وفقا للبيانة النهاردة 12 مليار دولار خلال 12 مليار دولار بإضافة ل29 مليار دولار المرحلة الاولى يتغطى اجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات قادمة يعني في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضرة في استثمارات خلال 10 سنين ب40 مليار دولار يعني 40 على 10 حوالي 4 مليار في السنة للهيدروجين الأخضر غير الحديد اللي احنا قلنا عليه دلوقتي ايضا مجموعة الحكير السعودية بتضخ 1 و 1 من 10 مليار جنيه في مشروع لإقامة اكبر منطقة ترفيهية بشكل اوسط بالتعاون مع مدينة الانتاج الاعلامي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي واعتقد دي يعني مدينة الانتاج الاعلامي عندها 2 مليون متر اكبر مدينة اعلامية فيه مدينة الانتاج الاعلامي فيه الشرق الاوسط 2 مليون متر وزي ما قاله السيد عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس دارة المدينة الانتاج الاعلامي ان ده مشروع يعني رائد مع شركة رائدة لتطوير مفهوم الترفيه من خلال تخصيص حوالي 250 هي تقنى مشروع على 250 الف متر مربع وده هيغير خريطة الترفيه في مصر زي ما قال البيان النهاردة ما قاله